السلام عليكم أصدقائي ليلة القدر وعظمتها تعد ليلة القدر من الليالي الجليلة التي يحييها المسلمين حول العالم كل سنة في العشر الأواخر من رمضان ونستعرض فيما يأتي مجموعة من الأسئلة العامة حول تلك الليلة العظيمة السؤال الأول كم عدد السور القرآنية التي ورد ذكر ليلة القدر فيها الجواب الصحيح مرتين ورد ذكر ليلة القدر مرتين مرة بلفظ صريح في سورة القدر وذكرت مرة ثانية باسم الليلة المباركة في أوائل سورة الدخان متى تكون ليلة القدر؟ الجواب الصحيح في العشر الأواخر من رمضان ما حكم إحياء ليلة القدر؟ الجواب الصحيح مندوب هل كانت ليلة القدر عند الأمم السابقة؟ الجواب الصحيح لم تكن موجودة ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ الجواب الصحيح كل ما سبق ليكون ذلك دافع وترغيب للعباد على الاستمرار والمداومة على العبادة والمثابرة عليها والمبالغة فيها طوال العشر الأخيرة من رمضان ما السبب في تفضيل ليلة القدر عن سائر الليالي الأخرى؟ الجواب الصحيح بسبب نزول القرآن الكريم فيها كم يعادل أجر العمل والعبادة في ليلة القدر؟ الجواب الصحيح ألف شهر قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر كم تساوي الألف شهر من عمر الإنسان؟ الجواب الصحيح الجواب الصحيح تساوي 83 سنة وأربعة أشهر ما أفضل الأعمال في ليلة القدر؟ الجواب الصحيح كل ما سبق الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن الكريم، وذكر الله والإكثار من الدعاء ما هو أفضل دعاء في ليلة القدر؟ أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ما هو فضل قيام ليلة القدر بالأعمال والطاعات؟ تجدون الإجابة على هذا السؤال في التعليقات؟ أسأل الله لي ولكم القبول وجنة عرضها السماوات والأرض و binary التعليقات خلقات اشتركوا في القناة